اشتركوا في القناة لا أحد يسكنه توقف إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذا الوادي وأنزل السيدة هاجر وابنها إسماعيل ولم يترك له ماء سوى سقاء فيه ماء وجرابا فيه طمر وهم إبراهيم عليه السلام بالانصراف دون أن يتحدث إلى السيدة هاجر عليه السلام فقالت له يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء قالتها مرارا وإبراهيم عليه السلام لا يلتفت ولا يرد فقالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم قالت إذن لا يضيعنا كلمات ثلاث إذن لا يضيعنا يا له من إيمان ويا له من صبر فانطلق إبراهيم عليه السلام حتى وصل إلى الثنية وهو طريق عالي في الجبل يطل على وادي مكة فاستقبل القبلة ورفع يديه إلى السماء وتضرع إلى الله بهذا الدعاء ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ظلت هاجر وولدها إسماعيل في هذا الوادي تشرب من الماء وتردع ولدها حتى نفذ ما معها من الماء عطشت وعطش ولدها وأخذ يتلوى من شدة العطش وهي تنظر إليه لم تستطع أن تتحمل وانطلقت بعيدا ثم سعت بين الصفا والمروة سعي الإنسان المجهد المتعب لعلها تجد بعض الماء أو لعلها تجد مارا بها فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت صهن تريد نفسها أن تسمع فتسمعت فسمعت فقالت أسمعت فإن كان عندك غواث فإذا هو جبريل عليه السلام عندما كان بئر زمزم فأخذ يبحث بعقبه فضرب الأرض بعقبه فتفجر بئر زمزم خشيت هاجر عليها السلام من نفاذ الماء فأخذت تحوضه بيديها وتقول زمي زمي فقال جبريل عليه السلام لا تخاف الضيعة ولا الضيعة ولا الهلاك فأنتم تحت رعاية الله عز وجل وأشار إلى رابية مرتفعة عن سطح الأرض وقال إنها هنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه ثم مر مسافرون من قبيلة جرهم فوجدوا طيرا يحوم في الوادي فقالوا لا بد أنه هناك من ماء فأرسلوا رسولين إلى هذا الوادي فانطلق الرسولين إلى الوادي وعاد مستبشران وأخبر قبيلة جرهم أن بالوادي ماء فأقبلوا على السيدة هاجر وابنها إسماعيل واستأذنوا منها أن يقيموا بجوارها فأذنت لهم على شرط واحد فليس لهم أي حق في هذا الماء ولكن لهم أن يشربوا منه فقط فقبلوا وسكنت قبيلة جرهم بوادي مكة وتحققت دعوة إبراهيم عليه السلام فشب إسماعيل عليه السلام بينهم وتعلم منهم اللغة العربية ولما بلغ الرجد زواجوهم رأى منهم وتوفيت السيدة هاجر عليها السلام وأخذ سيدنا إبراهيم في التردد على ابنه إسماعيل عليه السلام وفي أحدى المرات جاء إلى ولد إسماعيل وهو في دوحة قريبة من بئر زمزم وهو يبري نبلا اللي هو السهم فلما رأاه إسماعيل عليه السلام قام إليه وقبله وعنقه فقال إبراهيم عليه السلام إن الله أمرني بأمر فقال إسماعيل فاصنع ما أمرك ربك فقال إبراهيم عليه السلام وتعينني فقال إسماعيل أعينك فقال إبراهيم عليه السلام إن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا وأشار إلى الربوة المرتفعة